سيد النائب هل بيختلف توقيع العقوبة على صاحب العقار المخالف على حسب ما إذا كان هو ستة أو راجل أصلاحنا مؤخرا بدأنا نشوف عقارات مسجلة بأسماء ستات كنوع من أنواع الهروب من العقوبة لا أنتوا هتنقع ستات بيختينوا ربنا يديد ستات أنا أكيد مع ستات قلبا وقلبا بس أنا مع القانون الأول لا هو ما فيش فرق بين ستات ورجالة الجميع قدام القانون سواسية بيسجلوا العقارات المخالفة بأسماء ستات يعني ما عرفش بقى يسأل المخالفين في ذلك لكن هو يمكن البعض بيبقى مسافر وبيستحسنوا اللي مش موجود يعني فيه أشياء كده سواء راجل أو ست لأنه فيه إجراءات بتتاخد على المخالفين ومنها توصل ممكن للحبس في أحيان كثيرة وفيه ناس محبوسين ومستنين قانون التصالح يمشي علشان يخرجوا من يعني القانون لا يميز بين ست أو رجل سيدة أو رجل في موضوع التصالح في موضوع المخالفات نعم خالص تمام طيب دكتور صبري هل مسألة مخالفات البنى قائمة ولا خلاص ممكن نقول أنها انتهت مع قانون التصالح لا لا ما زالت قائمة وما زالت هناك أبواب خلفية بيمر من خلالها المخالف مع إغماض العين عن عمد من بعض الجهات ستناب تكتب حاجة تكتب ايه يعني بص حضرزك رئيسي مكتوب هنا أقول لحضرزك المخالفات والقانون هيوقفها ولا لا وممكن نتكلم على الأراضي الزراعية سواء زراعية هو قانون التصالح وقف التعديات على الأراضي الزراعية لا طبعا لا وطبعا ليه لا وطبعا قطعة أقول لحضرزك ليه المواطنين بيتواصلوا معنا 24 ساعة دلوقتي القانون الأولاني صدر في 2019 والتاني صدر في 2020 والتالت صدر في 2023 بقىنا من أول إصدار لحد الوقتي خمس سنين الناس بقت عندها إحساس إنه برضو مش هيمشي راغم إن أنا شايف بوادر مع الوزراء الجدد بعضهم زي وزيطة من محلية وزير الإسكان أنا بقول إن فيه بوادر كويسة ابتدوا يعملوا خطوات ناس عايزة تحرك الملف لكن لحد الوقتي يعني مش نجاوب مع الناس اللي عايزة تحرك لكن فيما مضى لا حضرتك التصالح موقفش لأنه تأخر لما 2.800.000 ياخد 4% بس منهم أو أقل نموذج 10 وحتى اللي خده نموذج 10 زي اللي خد نموذج 10 في صب السقف يسمح له القانون الجديد نشرح للناس اللي مش عارفة نموذج 10 دلوقتي القانون القديم كان فيه شفاية نماذج اللي كان بيوصل النموذج 10 ده خلاص يحقله التصالح وخلاص دفع التصالح ودفع الفلوس وتقيمت واللجنة نزلت والدنيا تمام القانون الجديد قال لو كانت المخالفة واحد عنده المخالفة انه بنى عمدان في الدور الفؤاني مثلا وعايز يصب السقف ده معنا موذج 10 يكمل بقى الصب خلاص تمام الناس دي رغم انها خدت كده لكن ما زالت في الإجراءات بقالها أربع شهور والدنيا مؤخر فده محتاج تدخل من مجلس الوزراء بالكامل لأنه قصة مش رئيس وزراء ولا وزير التنمية محلية ولا وزير الإسكان ده فيه وزراء الزراعة متداخ الرايف أحيانا بيتداخ فالموضوع متكامل مع بعض لازم يشوفه يحلو ازاي وده هيجي مزداي مش ان احنا نقول الجملة بعد لانا مش عايز اقولها ده خلينا 2 مليون و800 ألف ملف لأ الجملة الصحة التي تتقال خلصنا كم ملف دي الجملة اللي على الأساس هيتقيم الشغل بقى علشان نجاوب سؤال حضرتك هنقدر نوقف المخالفات ساعتها بقى لما التصالح يمشي لما الترخيص تتساهل زي ما ابتدت الإجراءات ههو فيه أنباء كويسة عن تسهيلات في الترخيص زائد نظرة لاشتراطات البونة وممكن حضرتك تساهل التصالح واشتراطات البونة صعبة فالناس مش عارفة تبني هتعمل ايه هتروح تخالي صحيح فلازم نظرة شاملة للأمر للوضع ازاي ترجمة نانسي قنقر